لم تنتهي الحرب بعد ولا تزال المواجهات على أشدها في عدد من المحافظات حتى أطلق التحالف مشاريع تنمية وإعمار في محافظات بعيدة تماما عن ساحة الحرب يحدث ذلك في المهرة البوابة الشرقية للجمهورية ثم تنشاط تنموي مفاجئ أطلقته المملكة العربية السعودية بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس عبدالربو منصور هادي للغيظة التي استقبله فيها السفير السعودي ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع حدث ذلك الانتصاص الغضب الشعبي ضد التواجد السعودي في المهرة ورفض عسكرة بعض مرافقها المدنية والدعوات الشعبية لخروج هذه القوات تحرك سعودي في المهرة هو آخر مماثل للإمارات في سقطرة المحافظتين الأكثر أمانا في الجمهورية والوحيدتين التي بقيت خارج جغرافيا الحرب خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن أهداف هذه التحركات وعلاقتها بالتدخل العربي في اليمن الذي رفع شعار مواجهة الحركة الحوثية والتمدد الإيراني في المنطقة ما الذي يستدعي هذا الاهتمام المفاجئ بمحافظات في الأطراف بينما محافظات أخرى دمرتها الحرب بحاجة لتأهيل قطاعها الصحي لاستيعاب جرح الحرب على الأقل وبينما نازحوا تلك المحافظات لا يزالون يتدفقون وفي حاجة مسة لخطط حقيقية لاستيعابهم وتوفير وسائل استمرار الحياة لهم أو على الأقل حمايتهم من العصابات المسلحة التي تقتحم مخيماتهم في بعض المحافظات تحت مرأة ومسمع من قوات التحالف مراقبون أرجعوا الأمر إلى أطماع للإمارات والسعودية في سقطرة والمهرة معتبرين ما يجري ابتزازا محضا واستغلالا لضعف اليمن وعيز قيادته الشرعية لتحقيق أطماع خاصة بالدولتين ويبقى التساؤل قائما أين السلطة الشرعية من كل ما يجري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر